موسيقى تخليد الدكرة 57 لتأسيس جمعية المواهب التربية الاجتماعية وفي إطار فعالية المنتدى الوطني للشباب المنظم تحت شعار تطوير أداء الحركة الجمعية رهين بتجويد استراتيجية التكوين ننظم هذه الدواء الثانية المتعلقة باستراتيجية التكوين المنشط السوسيو طربوي الأفاق والرؤى الممكنة هذا الموضوع نعتبره من المواضع الأساسي والجهارية التي يجب الانتباه لها في هذا الوضع نظرا لضبابية لبس وغموض استراتيجيات والخطط المتعلقة بهذا الموضوع نطرح هذا الموضوع كذلك بالخروج بتوصيات وخلاصات علمية دقيقة في اتجاه الشباب هناك تحولات تجري في المجتمع هناك تحولات تجري على مستوى الحركة الجمعية هناك تحولات تجري على مستوى القيم والسلوكات المرتبطة بالشباب كذلك هناك انتظارات كبرى وحاجية كبرى يطلبها الشباب في موضوع التكوين اعتبار أن هذا الموضوع أصبح من المواضع المستهلكة ولكن بشكل تقليدي نطرح هذا الموضوع من أجل ملامسته من مجموعة من الجوانب وكذلك اطرحه بنظريات علمية دقيقة تلتمس الممارسة والنظرية للخروج بخطة عمل تكون أو دلائل يسترشد بها الفعيل الجمعوي من أجل تكويني الشباب إذن على مستوى كيف يمكن عرض التكويني وكذلك التطوير للعرض التكويني في الجانب النظري والجانب التطبيقي ولكن نطرحه كذلك في واحد البعد الذي يتعلق بالمأساسة والاعتراف القانوني بهذه المهنة دي المنشط السوسيو الطربوي إذن نطرحها لمملامساتها من جانبين جانب دي الستراتيجية التكوين وجانب دي المأساسة والاعتراف القانوني ونتمنى أن تكون هذا الندوى وحد المرجع وحد المتاق في هذا الموضوع واللي إن شاء الله تكون توصية خلاصات بإخراج واحد الكتيب يتضمن هذه المدخلات ليصبح مرجعا يرجع له الفاعل الجمعوي في العمل يلوي استرشد الفاعل الجمعوي في العمل التنفيذي والتطبيقي ونتمنى التوفيق لهذه الندوى في إطار فعالية المنتدى الوطني للشباب